بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 Deflection of Reinforced Concrete Structures وبنتكلم في Part 1 على Deflection Control أول سؤال متروح هنا إيه هي الأسباب المطلوبة أو اللي بتخلينا نعمل Limit Deflection أو نعمل Control على Deflection إحنا لو عندنا Member الممبر دوت Under Load فبيحصل فيه Deflection مقداره Delta فالDelta دي المفروض تبقى وزن Limits معينة إيه هي الأسباب بقى اللي بتخليها وزن Limits المطلوبة أول حاجة بنقول Visual Appearance يعني لو الDelta دي زادت أو Deflection زاد الموجود في الكاميرا فالشكل العام بتاع الممبر بيبقى غير مخبول عشان كده بنقول إن الدلتا لو زادت عن إلا على 250 بيبقى الابيرنس بتاع الممبر بتاعك غير مخبول Number 2 Damage to Non-Structural Element إن بيحصل عندك Cracking في الPartitions إن عندك الكاميرا لو عليها حائط الحائط ده وحصل Deflection هنا فبيحصل Cracking في الممبر أو في الحائط اللي عندك الحاجة التانية إن الدورز اللي موجودة ممكن ما تقفلش نتيجة إن حصل غبوط في الأرضية بتاعة الثقف نفس الكلام في الWindows Number 3 بيحصل Disruption of Function بمعنى إن لو أنا عندي ماكينات اللي هي Sensitive Machines أو Equipment وحصل Deflection ممكن الدقة بتاعة الماكينات والأجهزة بتتغير الرينووتر اللي موجودة على الأسطح ممكن في الحالة ديت يحصل عملية تجميع Bonding نتيجة إن حصل Deflection على السقف فيحصل تجميع للمياه Number 4 Damage to Structural Element إحنا قبل كده تكلمنا على Non-Structural Element فلو حصل هنا في Deflection كبير في حالة Structural Element ممكن في الحالة ديت يؤدي إلى Surface Ability Problem بمعنى إن يحصل عندي Crack اللي Crack دوت ممكن يؤدي إلى Failure في الممبر اللي موجود